أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على تنامي العلاقات البحرينية الفرنسية وما تشهد من تطور على مختلف العصعدة مشيرا سموه إلى ما أسهمت به زيارات عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعا لفرنسا الصديقة وما رسخته من تعاون مثمر وتنسيق عال في مختلف المجالات خاصة في القطاعات الثقافية والسياحية والتجارية والاستثمارية والبنية التحتية والبيئة جاء ذلك خلال لقاء سمو وحفظه الله بقصر الرفاع اليوم سعادة السيد سيسيل لونجي سفيرة جمهورية فرنسا الصديقة بمناسبة استلام مهام عملها في مملكة البحرين وتمنيا سموه للسفيرة التوفيق والنجاح في دفع مسار العلاقات بين البلدين إلى مستويات متقدمة بما يحقق الرأى المشتركة بينهما منوها سموه بدور جمهورية فرنسا في دعم السلام والأمن في المنطقة ومشاركتها في كافة الجهود الدولية الرامية لمكافحة الإرهاب والتطرف وقد استعرض سموه مع سعادة السفيرة لونجي الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وخاصة ما يتعلق منها بدعم أسس الاستقرار والسلام والأمن في المنطقة والعالم اشهدت السفيرة الفرنسية بما لميساته من سموه من اهتمام كبير نحو دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر